بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفيديو سيكون تكمل للفيديو طريقة الريقلاش المشينة طريقة الطرز بالخيط أو الخيط أو الخيط يجب أنواع الكثيرة للخيط التي نضعها في اللكانات والحامل والحامل تقدر تعمر الخيط يجب أن تعمر الخيط يجب أن تعمر بالعقل والذي تعمر في المشينة بطريقة ستيلو يجب أن تعمر الخيط يجب أن نستعمل أو نستعمل فقط المفك ونضع المشينة ونبرمو بالعقل في المشينة هذه الطريقة نعمر بها هنا كرد للاستفصال للأخت التي لم تكن أعرف كيف نعمر المشينة المهم المهم كنت تفكر نقول هذا الفيديو سيكون تابع للفيديو طبعاً ما كفينيش الوقت باش نحط الكم كل شيء مع بعضها قلنا على البيت بيش اللي هو خاص اللوغلي أو نديرو بيه الستغفيلاج اللي هو يبرم الحاجة كيف يقوم بكم ونحن نعودها سبق أنت قصيت منه هنا درت اللوغلي ومع ركبت الخيط هذا ثم تستعملوا أي خيط تحبوا تخدموا به مثلاً الكوردون الخيط 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 الصغر أي حاجة تستعملوا ديكوراسيا أنا هنا استعملت هذا لا أريد أن يسمون سيت وصلنا كنا نتراسي به القناة على البيغلاج يعني نقيتها أرشيف يعني فضلت من السلعة اللي كانت عندي مهوش فتلة ومهوش كوردون يجي وحد الخيط يشبه يشبه في الفتلة وهو براق حاجة عادية في وقته كنا نتراسي به الخدمة وكنا نعمره من داخل البيغلاج هو نفسه اللي حطيته هنا يعني دخلته وجربك من خدم به في البيت بيش هذا هو يعني يخدم على الكيف بسم الله أنا جربك من خدمة به توقوها الأوض خدمة حين نفسك مليح غير تخاصاج يعني تقيدا يتضح في حكم هندسية اما أم إذا كانت عندك عروش و نوارات و قبل أن أذهب إلى طريقة أبتكرها و قمت بها و قمت بها الوغلاء و انا أسفل لدينا نحي البيت بالى العشرة الحاشية بنات قد تقدروا بها التكففون بها تنقفين بشكل و خمارات سنوات تصدق البيتبيش لا تستعمل الطرس وستعمل لغة لطرس تبرمو على البيتبيش يجبد وضعه ويبرم اللقماش للداخل فقط نعاونه هنا فقط هذه هي الخدمة نضيف الضوء نضيف المشاب لا نضيف الضوء بإمكانك يتساعد طريقة الأخرى نحل البيت بيش هنا جبت قطعة جيلاتين جيلاتين قطعة جيلاتين تحت البيت بيش يليق بالزيف في خياطة البيزو أو القطيفة تحلي الكمل المشكلة على خياطة تاحم أما هنا سوف نضيفه من فوق من فوق يعني جوز في المكان هذا نسحق قطعة صغيرة جدا لنسح المليح بيش بشي لسق لي ونفوي لسق نحي الزايد فقط يعني منعف هو كينيبان لكم أنا فقط حطيت قطعة هنا من فوق من بعد نجي في البيت بيش وين تدخل بنا نزيد ندير 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 تقب حاجة بك بش ندير التقب والتقب هده كول يندخل فيه ندير التقب نضيف الشمس ونتقب ندير البيت بيش ونتقب ندير التقب نحمي الشمس خدمة ونرجح وتقدروا الأخرى من الفاتターين خلية سأضيق تضيف ويمكن تلويها كاملة نضيف الكمش أو الشاتيرتون نضيف الكمش نضيف الكمش نضيف الكمش نضيف الكمش نضيف الكمش نضيف الكمش هذا هو سهل نضيف الكمش فقط اختصرت علي المشكلة لتعفيز ونركز فيه ساعة يتقلع فقط اختصرت علي المشكلة فقط اختصرت علي المشكلة نضيف الخيط قدامي فقط اختصرت علي المشكلة اختصرت علي المشكلة اختصرت علي المشكلة نحاول دائما نخلي الخيط من جهتي وعندما يكون الخدمة اسهل نضيف الخيط نضيف الخيط نضيف الخيط نضيف الخيط خيط تبقى للمشكلة ليست مهتمة الفتلة لان فتلة مستحيل الفتلة تفسد بالمشكلة وما بعد البراء نضيف الخيط ولكن دخلت المشكلة ورائحة تقراز ولكن الفتلة تتجربة حيث تعلق لا علاقة ثاني حاجة انو هاد الخدمة تقدروا تديروها بالماشينة العادية البورتاتيف الصغيرة نقصد الماشينة اللي تخيطو تطرز نتاع العائلية بالموتر هي تانية نقصد الماشينة الصغيرة البورتاتيف نحاول نلقى الكلمة باش كامل تفهموه معليا وتفهموه وش نقصد مالكوه من التفاصيل الممل ومفيد نقصد تساؤلات نتقدروا تخدموا نفس الطريقة ونقدروا تطرزها بالزيگزاغ عندما تحلوها زيگزاغ الرقية قد تكون الخدمة ما شاء الله كانت تفكرت تساؤلت عالاخت لي قاتلك اسكن نحي السنين باش نخدم الخدمة هاده يعني باش ندير تخاصاج او كوردان او الطرز بالخيط في اللكانات يعني والحاجة المقلولة اللي هي هاده قاتلك اسكن نحي السنين يعني للخدمة هاده أنا منحيت السنين ولا ارى داعي ذو كو السنين نقدر نبلوكيهم يعني نقدر نقص في السرعة تح السنين او نبلوكيهم ونخدم بيهم نورمال يعني نبلوكي السنين ونحط لها لكانت نتاعي بالخيط هاده المبروم فيها الداخل اللي هو خيط الطريزة خيط الكوطة خيط الطريزة على يده هاده الخسالي اللي يجي خسله جونسي باسكو مازال يتباعو الليلة تعمروه في اللكانات ترخفوا اللكانات نحط لكم دائما في الإعادة إفادة والتكراري عملي ونحطوه في اللكانات تكون مرخوف شوية ونسيروا شوية هنا لاتنسيون ونقلبوا الخدمة لانه الخدمة را هي تجي على وجه القماش على وجه القندورة ونقلنة را هي تكون فوق الفيزلين ان شاء الله الشرح كان وافي كان وكافي ان شاء الله ما نسيتوالو ودائما نقول لكم إيلا نسيت حاجة فكروني في الكومنتار وان شاء الله تستفادوا من هاده الدروس نتاع المشينا الكحلة سوررت جدا إنكم قلت لي لقيتوها مخبية ووجبتوها وعطيتكم لانفي باش تخدموا بيها على الأقل متعور واحكم فقط هذا وشنا نقول لكم يا البنات ونقول لكم يوم جميل يوم وافق ومع السلامة